متقاعدي الجيش في كل مرة يرسلون ويتساعلوا حول ملفهم وأظن أنك مطلعة على هذا الملف الذي قال عنه رئيس الجمهورية أن يسألتزم بالتكفل بمطالب فئة متقاعدي الجيش وجرحة ومعطوبية المأساة الوطنية متقاعدي ومشطوبي وأرامي الشهداء والذوي الحقوق هذا مشكل يعني هذه الشريحة مهمة جدا في المجتمع يجب رد الاعتبار لهم وحف كرمتهم يعرفها لهم لما قدموه للبلاد خلال العشرية السوداء أنا بالنسبة أما جولينا الكتلة الأحرار وستقبلناهم وهزينا إنشغالاتهم ورسلنا رئيس المجلس وهزينا وش طالباتهم ورسلنا رئيس المجلس اللي هو بدوره وسوف يرسل رئيس الجمهورية أنا هذه الشريحة هذه المهمة في المجتمع هذه أنا نعتبرهم مجهدين مجهدين العشرية السوداء هذا لازم نكفو بجنبهم هذو الناس رام يطالبوه وش رام يطالبوه رام يطالبوه مساكن مساكن يستروع العيلة تحم رام طالبوه يشبعوا ولادهم ولادهم رام جاءوا حابين يشبعوا ولادهم هذو لازم نديرهم نعطي لهم الصالير لاش تتقيس قيس ما يعيشوا ولادهم في أدنى الضروريات هذو ناس أنا نعتبرهم هذو هذو رام كانوا في الجبل في وقت العشرية السوداء الناس كانت على خمسة تعالعشية تكر بيبها وما تدخلش وما رام كان يفقدوا حتى الأعضاء التهم كان مساكن يرى طالوا ذرعيه طالوا رجليه وما زالوا نضلوه وما زالوا نضلوه حبين ويقفل مع الجزائر وعندهم روح الوطنية مساكن وصابرين هذو رام طلبوه ما طلبوهش سكينات فيليت فخيرة ما طلبوهش السيارات والسيارات الفخيرة ما طلبوهش الهكتارات تتاع الأراضي هذو رام طلبوه لهم تعيش تكون محترمة ربي إن شاء الله يوفقهم وإن شاء الله ربي رئيسي يستيجب لهم فقط كإضافة على هذا المنضوع كانت أشارة وزارة الدفاع في وقت سابق أننا نحذرهم أيضا من أن تستغل احتجاجاتهم أو مطالبهم لأغراض سياسية أو لأغراض تخريبية للبلد من طرف أطراف بعض منها نعلمه ونعلمه لصالح من يعمل وبعض الآخر نجهل لصالح من يعمل هذا ما حذرت منه وزارة الدفاع التي أشارت إلى تصرفات لبعض الأشخاص ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي لتعبير عن مطالبهم بسلوكيات غير قانونية أنا قاطعك في هذا الباب يعني أنا وش هدرنا معهم وحجب وش سمعنا منهم مزلوا وطني يعني لبالي ماشي بسحل الفئة الكبيرة يعني النسبة الكبيرة اقتحهم والله مزلوا يعني عندهم واحد الوطنية يعني التجريف العنق تهم يعني مستعدين ينضقها قال لكم لا قدر الله وصرات المشكل في الجزائر ولا في الحدود مستعدين نضحه بالنفس والنفيس على جل وطن الحبيب هذا يعني تأكد بياح ما يجيك التبب مناش نقول كلهم لأننا نعلم أنه أي ملف لازم بيطاقية وطنية لازم تصنيف الملفات لأنه هنا لدينا حالات مختلفة عنا أرامي الشهداء عنا ضحايا المأساة عنا يعني تدخل في فئات مختلفة لازم تدرس الملفات كلهم على حدف فقد أردنا التحذير من أطراف قد تستغل هذا الاحتجاج أو هذه الفئة بصفة خاصة لأنهم يعلمون وطنيتهم قد يستغلونها لأغراض أخرى أما الباقي مطالبهم مشروعة والهيئة الوصية هي التي تقرر وتدرس الملفات نحن نقلنا إنشغالهم نتمنى أن المشكلة هذا يحل لأنه طول بالزعف نمر إلى نقطة أخرى متعلقة ترجمة نانسي قنقر